أعلن نادي الأسير الفلسطيني استشهاد ستة أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي أضمت القائمة التي أعلنها النادي اسم الأسير عمر دراغمة الذي استشهد في الثالث والعشرين من أكتوبر بعد ساعات على عقد جلسة محاكمة له في سجن مجد كما استشهد الأسير عرفات حمدان من رامالة في سجن عوفر بعد يومين من اعتقاله وكذلك الأسير ماجد زقول من غزة في سجن عوفر واستشهد أيضا الأسير عبد الرحمن مرعي من سلفيت في سجن مجد والأسير ثائر أبو عصب من قلقيليا في سجن النقب بالإضافة إلى الأسير إلى أسير سادس لم تعرف هويته بعد وهو من عمال قطاع غزة الذين اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر أكد نادي الأسير أن ما جرى مع الشهداء الأسرى يعد اغتيالا ممنهجا عن تعمد وسبق إصرار ترجمة نانسي قنقر